مساء الخير وأهلا بحضراتك وحلقة جديدة من مساء دي أمسي النهاردة وزارة الصحة وقعت بروتوكول مهم وهو بروتوكول تعاون مع مجموعة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص بيسمح هذا البروتوكول باستقدام عدد من الخبراء الأجانب في مختلف التخصصات الطبية للعمل في عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في كل المحافظات وهيتم تقديم هذه الخدمة بالمجان للمرضى وده ممكن يمتد ليوم أو يومين هيتم في خلال هذه الفترة إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة والحارجة وأيضا تبادل النقاشات العلمية لتشخيص المرضى مزارة قالت أنه هذا البروتوكول هيساهم في الحد من النفقات الحكومية للعلاج على نفقة الدولة بالخارج وأيضا تخفيف العيب عن المرضى اللي بيتلقون العلاج خارج مصر على نفقتهم الخاصة يعني لما بتوصل لنا استغاثات كثيرة لبعض الأطفال أو حتى الكبار اللي بيحتاجوا لعلاج وهذا العلاج غير متوفر في مصر وبيحتاجوا أن هم يسافروا للعلاج في الخارج وفي معظم الحالات بيكون الطلب أن يتم العلاج على نفقة الدولة لأن هذه الأسر لا تمتلك المال الكافي أنها تسافر تتعالج في الخارج ده بيتحمل على الدولة وبالتالي الحل الأسهل والأوفر هو استقدام هؤلاء الخبراء علشان تتم هذه العمليات في الداخل أعتقد أن ده خبر مهم جدا جدا وربما يكون باب أمل كبير لعدد من المرضى ترجمة نانسي قنقر